إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق توقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المؤمنين أيها الإخوة الأفاضل أيها الأخوات الفضليات الإخوة المتابعون والمتابعات وقفة قصيرة في هذا اليوم المبارك يوم الجمعة يذكر فيها بعضنا بعضا بما ينفعنا في ديننا وبما ينفعنا في دنيانا وفكرت مليا في موضوع خطبة هذا اليوم فوجدت الكلام عن علاقتنا مع ربنا عز وجل موضوعا ينبغي الوقوف معه علاقتنا مع الله سبحانه وتعالى مع علاقتنا مع خالقنا ونحن بعض المرات نقرأ آيات نقرأ قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم فنتسأل المبلنا ليتحقق لنا النصر نقرأ قول الله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب وتمر علينا آيات نتأملها ونقول ما له بعض الأمور لا تتحقق لنا من الأمور المهمة التي ينبغي أن نعلمها وأن نتدبرها هي علاقتنا نحن بالله ما هي علاقتنا بالله أين نحن من عبادة الله أين نحن من الأمور التي تقربنا إلى الله ما حالنا تجاه الدنيا التي نعيش فيها كم من الأهمية نعطي للدنيا مقابل الآخرة من هذه التساؤلات ينبغي لكل مسلم أن يتسألها وأن يحاسب نفسه عنها واليوم أنا أريد أن نتكلم عن بعض النقاط التي تقوي علاقتنا بالله نريد أن نقوي علاقتنا برب العالمين نعرف ونرى في أيامنا في حلنا في ترحالنا أن كثيرا من الناس يسعى لأن تكون له علاقة طيبة جيدة مع الناس ويهمه تلك العلاقة في حين لا تجده يعني يحرص ويفكر في حياته كيف أقوي علاقة مع الله مع رب العزة والجلال أول أمر به تقوي علاقتك مع الله أن تصلح سريرتك ما معنى أن تصلح سريرتك أن تصلح ما بينك وبين الله إذا كنت وحدك لأن بعض الناس تجده أمام الناس يعني متقين لا يقبل على الحرام يعني لا يسمع للحرام لا يريد أن ينظر إلى الحرام ولكن إذا خلق بينه وبين نفسه تجده لا يتورع عن الحرام أول شيء هو أن نصلح سرائرنا ما بيننا وبين الله تعالى وأريد أن أقص عليكم حديثا رواه ابن ماجر وصححه الألباني رحمه الله حديث ثوبا وإني أدعوكم وأدعو نفسي إخواني أن نتأمل وأن نتدبر مثل هذه الأحاديث ثوبا رضي الله عنه يحكي لنا هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إني لأعلم أقواما يأتون بحسنات يوم القيامة أمثال جبال تهامة بيضا يعني الحسنات التي يأتون بها يوم القيامة حسنات عظام كبيرة والنبي وصفها مثل أو أمثال زبال تهامة زبال يالحسنات حتى أقرب المعنى يعني حسنات كثيرة ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيجعلها الله عز وجل هباء منثورة فيجعلها الله عز وجل هباء منثورة أي كأنها لتس وشيء ثوبان يقول يا رسول الله صفهم لنا جلهم لنا أن لا نكون منهم ونحن لا نعلم الصحابة رضي الله عنهم عندما كانوا يسمعون مثل هذه الأحاديث يخافون ويريدون أن يعرفوا ما هي الأشياء التي لا ينبغي أن يفعلوا حتى لا يكونوا أمثلهم قالوا يا رسول الله صفهم لنا منهم شكون هادوا جلهم لنا وضح منهم قال النبي صلى الله عليه وسلم أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون يعني حتى صلت الليل يصلنا ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها ما هي محارم الله يكل ما حرمه الله من الصغائر والكبائر ترجده أمام الناس لا يسمعوا إلى الحرم ولكن إذا خلوا وحده يسمعوا إلى الحرم تجدوا أمام الناس لا ينظروا إلى الحرم ولكن إذا خلوا إلى هاتفه وفي بيته وفي غرفته وليله ينظروا إلى الحرم لا يقدموا على الحرم بيده وإنما إذا خلوا يفعل أي لا يتورع عن الحرم أمام الناس تجدوا لا يقبل لا يفعل ولكن إذا خلوا يفعل ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله ماذا فعلوا انتهكوها أي فعلوا الحرام ونظروا إلى الحرام وسمعوا الحرام واقترفوا الحرام أمام الناس لا ولكن إذا خلوا نعم ولهذا من الأمور التي تقوي علاقتك بالله أن تصلح سريرتك أن تصلح ما بينك وبين الله يعني لا تحتاج إلى رقيب ينظر إليك أو يطلع عليك أو يتابعك سواء كان أبا أو أما أو معلما أو شيخا أو كو كم يعني من الناس تجدوا ويخاف ويستحي إذا كان الأب والأم وكذا ولكن إذا خال لا يتورع علي الحرام إذن أول شيء أيها الفضلاء أيها الكرام أيها الإخوة وأننا نصلح سريرتنا بحيث إذا خلونا خلونا ومرت علينا أمور محرمة أقول عذو بالله ليس هناك من يراقع لا نقترفها لا نقفل عليها حرمها الله إذا وقعنا الضذرنا على حرم نبتعد هذا أمر يقوي علاقتك بالله هذا يقوي علاقتك بالله ثم من الأمور التي تقوي علاقة العبد بالله فعل الواجبات والابتعاد عن المحرمات عموما وقد جاء في صحيح الإمام البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى حديث قدسي ماذا يقول الله تعالى يقول من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب وليس دوي الشاهد من الحديث الشاهد هو ما سيأتي وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه إذن ما هي الأمور التي تقوي علاقتك بالله فعلك للواجبات وابتعادك عن المحرمات وابتعادك عن المحرمات ما هي الأمور التي أوجبها الله علينا إذا أردنا أن نبدأ نبدأ بالصلاة نبدأ بماذا؟ نبدأ بالصلاة صلاة الجماعة المحافظة على الصلاة أول ما تبدأ به إذا أردت أن تقوي علاقتك بالله عليك بالصلاة حافظ على الصلاة حافظ على ركوعها حافظ على سجودها حافظ على أوقاتها حافظ على الجماعات والله كنت أقرأ أقرأ في هذا الأسبوع قصة سعيد بن المسيب في ترجمته سعيد بن المسيب لما حضرته الوفاة قرب يموت بكت ابنته بنته بقت كتبكي بكت فماذا قال لها سعيد بن المسيب؟ سعيد بن المسيب من سادات التابعين يعني عاش مع الصحابة ولم يدرك النبي صلاة ومعروف العابد الزاهد العالم سعيد بن المسيب لما حضرته الوفاة بكت ابنته ومعلوم عاطفة الأبوة خاصة إذا كان رجلا صالحا يعني في تلك الصفات فماذا قال لها؟ قال لها لا تبكي عليه لا تبكي عليه قال فوالله يعني ما أذن المؤذن منذ أربعين سنة وأنا في مسجد محمد صلى الله عليه وسلم وحاولوا الله يرضي عليكم أن تتأملوا في هذا الكلام هذا الرجل يقول سعيد بن المسيب انظروا إلى علاقته بالله قال لها لا تبكي عليه لا تبكي عليه قال فوالله ما أذن المؤذن منذ أربعين سنة تعرفون كم أربعين سنة نحسبتها تلاتة وسبعين ألف صلاة صلىها في الجماعة متتابعة متتابعة يعني كي يقولها منذ أربعين سنة أربعين سنة يعني المؤذن يؤذن إلا وهو في مسجد محمد صلى الله عليه وسلم المسجد النبوي يعني ليس أنه جاء ولم يدرك تكبيرة الإحرام ولا حق يعني قبل الأذن يعني عندما يؤذن المؤذن هو جالش في المسجد يسمع ويردد الأذان وربما يدعو بين الأذان والإقامة ويصل الجماعة أربعين سنة ما يعرف ولا فكنسي ولا هدي ولا ذك إحنا الآن إلا ما مشيتش مرة عطل يقول لك كيف حنا وكذا منذ أربعين سنة ما تخلف عن صلاة الجماعة في مسجد رسول الله كيف تكون علاقته هذا مع الله هذه العلاقة مع الله لا تفوته صلاة ولا يضيعها وهو حريص ألا تفوته الصلاة أينما كان وأينما حل وأينما ذهب إلا وتجده ما نحن بعض المرات تجد الإنسان في باب المسجد يبقى عشرين دقيقة الأذن مؤذن كذا ويأتي وقد فاتته ركعتين وهواهي في المسجد ولم يدرك تكبيرت الإحرام إذن أيها الفضلاء أيها الإخوة رأى لا بد أن ننظر إلى علاقتنا نحن بالله كيف صلتنا بالله كيف عبادتنا لله كيف عملنا مع ربنا عز وجل الذي أنعم علينا وتكرم علينا وتفضل علينا هذه لحظة للتأمل وللتدبر بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفع عن الله وإياكم بما جاء فيه من الآي والذكر الحكيم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم استغفروه إنه الغافر الرحيم الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبيه الذي اصطفى سيدنا ونبينا ومعلم الناس الخير محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وعن كل من حد حذواه وصار على نهجه إلى يوم الدين وبعد نحن نتكلم أيها الأخوة في وقفة قصيرة تذكيرية وعظية كيف نقوي علاقتنا بالله نريد أن تكون علاقتنا بالله خير علاقة أن نحسن علاقتنا بالله أصلح سريرتك واجتهد في فعل الواجبات سواء تعلق الأمر بالصلاوات والصلاة إقامة الصلاة بالمواصفات التي ذكرنا إقامة للدين الصيام الزكاة إذا وفقت لأداء فرضة الحج وهكذا الله تعالى يحب من عباده أن يتقربوا إليه بفعل الواجبات وبترك ما حرمه عليه أول شيء تعتني به هو فعل الواجبات وترك المحرمات هذا يقوي علاقتك بالله من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افتردته عليه اجتهد في الفرائض إذا انتهيت من الفرائض وقمت بها وتعلمتها وأديتها لا يشترط أن تنتهي منها جميع حتى تنتقل إلى النوافل ولكن بل يكون همك هو أن تجتهد في فعل ما أوجبه الله عليك وفي الابتعاد عن محرمه الله عليك ثم ننتقل إلى مرحلة أخرى الاجتهاد في النوافل بعد الواجبات إذا ردت أن تقوي علاقتك بالله أصلحت سريرتك قمت بفعل الواجبات والابتعاد عن المحرمات اجتهد في النوافل يقول الله تعالى في الحديث القدسي النفس الحديث ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل الصلاة عندنا الواجبات خمس صلوات فرضه من الله وبعدها هناك رواتب هناك نوافل مطلقة هناك صلاة ليل ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل الزكاة فرضها الله المسلم يؤدي زكاة ماله هذا أمر لا يناقش ثم بعد ذلك إذا استطاع أن يتصدق على الناس أن يساعد الأقارب والفقراء والمحتاجين أن يبني المساجد أن يفتح دور الأيتام أن يتقرب إلى الله بهذه الصدقات فليشجهد الصيام أوجب الله علينا الصيام صيام رمضان إذا استطعت أن تججهد في النوافل صيام أيام البيض صيام الاثنين والخميس فاججهد ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه ويا بشراء من تحقق له هذا الأمر أن يحبك رب العالمين لك أن تتأمل وأن تتذبر وأن تتفكر إذا أحبك الله من أنت في مخلوقات الله من أنت في هذا الكون حتى يتحقق لك هذا الأمر العظيم أن يحبك رب العالمين فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به يوفقك الله لكي تسمع فقط لما يحب وكنت بصره الذي يبصر به يوفقك إلى النظر إلى الأمور التي يحبها ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطي الله سيستجيب الله دعاك ولئن استعاذني لأعيذنه الحديث شوف إذا أردنا أن يستجيب الله دعاءنا أن يفتح علينا أن يرزقنا أن ينصرنا ولك أن تسترسل لابد أن تكون لنا علاقة به لابد أن يكون لنا صلة به أن نسجد له ولما جاء ذلك الصحابي إلى بيت رسول الله ربيعة وقال له اسألني يا ربيعة قال أسألك مرافقتك في الجنة قال أو غير ذلك قال لا ماذا قال له النبي قال أعيني على ذلك بكثرة السجود السجود ما معنى السجود السجود أن تضع وجهك أعظم ما في جسمك لله على الأرض أن تتقرب إلى الله أن تترك الجدالات العقيمة تجد الناس يتجدلون رأى الحسن البصري قوما يتجدلون قال هؤلاء قوم ثقلت عليهم العبادة سجد لله سجد لله واقترب وقوي علاقتك بالله أحسن لك من الجدال والنقاش والسياسة والقرى وكذا 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 سجد لله كلا لا تطعه واسجد واقترب يعني دعنا نقوي علاقتنا بالله دعنا نسجد لله نأخذ سيء من الليل لنسجد لله لنطلب الله لنقوي علاقتنا بالله رب العالمين هذه أيها الأخوة الكرام ما هو عظالي ولكم عندما نتكلم عن هذه المواضيع والله نحن أحوج الناس إليها ولابد أن نخرج ونحن عزمين عندنا عزم على أن نفعل على أن نقوي علاقتنا بالله على أن نحرص على أن تكون علاقتنا بالله أحسن علاقة أحسن من علاقتك بفلان وعلان ورئي الشركة والوزير وفلان كذا علاقتنا مع الله خالقنا هذه لا بد أن نحرص علاقة قويتها أسأل الله تعالى أن ينفعني وإياكم بما نسمع وأن يعينني وإياكم على طاعته وعلى شكره وعلى حسن عبادته نسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه اللهم يا رب اختم بالصالحة أعمالنا اللهم اختم بالطاعة أقوالنا وأفعالنا اللهم اغفر لنا ولوالدنا اللهم اغفر لنا ولوالدنا اللهم اغفر لنا ولوالدنا ولمن كان له الحق علينا اللهم من كان منا في هذه الجماعة له أب أو أم ميتة سأل الله أن يرحمهما اللهم ارحم آباءنا كما ربونا صغارا اللهم اجعل قبورهم رياضا من رياض الجنة يا ربي لتجعلها حفرا من حفر النيران الذين لهم آباء حيا سأل الله أن يبارك لهم في عمرهم وأن يبارك لهم في صحتهم وأن يبارك لهم في مدهم وصاعهم سأل الله تبارك وتعالى أن يصلح أزواجنا وأن يصلح أبناءنا اللهم أصلحهم ويسري الهدى لهم اللهم اهدهم ويسري الهدى لهم المرضى والإخوان الذين يسألوننا الدعاء اللهم رب الناس مذهب البأس اشفي كل مرض اللهم اشفينا واشفي مرضى المسلمين اللهم اشفينا واشفي مرضى المسلمين اللهم اشفينا واشفي مرضى المسلمين شفاء لا يغادر سقاما شفاء لا يغادر سقاما اللهم أصلحنا وأصلح بنا واجعلنا صالحين ومصلحين اللهم اهدينا واهدي بنا واجعلنا هدات المهتدين لا ضالين ولا مضلين اللهم لا تجعلنا ضالين ولا مضلين اللهم إن أردت فتنة بالناس فاقبضنا إليك غير مفتونين ولا فاتنين اللهم إن أردت فتنة بالناس فاقبضنا إليك غير مفتونين ولا فاتنين اللهم إن نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك يا مولانا من النار اللهم إن نعوذ بك من النار اللهم إنا نعوذ بك من كل عمل يقربنا إلى النار اللهم إنا نسألك الجنة يا أرحم الراحمين اللهم متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم اللهم متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم سبحان ربك رب العزة عما يصيفون السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد أن لا إله إلا أن تستغفرك واتبه لك